السلام عليكم اذا اليوم لدينا درش جديد متبط بدرس عسال انوار الفكر الانجليزي والفكر الفرنسي اذا خلال الحصة السابقة تعرفنا على اثار الفكر السياسي في اوروبا ولكن اقول لنا شجح هذه الافكار السياسية جديدة باردت مجموه من التورد من اهم هذه التورات التورة الانجليزية التي وقعت في انكلادار اذا درسنا اليوم هو التورد الاجتماعي والسياسية التورة الانجليزية إذن هذه الثورة سنتعرف عليها أهم مراحل هذه الثورة ثم أسبابها وتم نتائجها إذن هذه الثورة الإنجليزية هي وقعت في إنجليزية خلال القرن 17 ميلادية وكانت نتيجة منفوعة من الأسباب أهم هذه الأسباب هو السرع الذي حدث بين النظام الملكي المنطقة والنظام البرلمان إذن هنا الملكي نقصد بالنظام الملكي المنطقة هو أن الحاكم يتحكم جميع السلطة الشريعية والتنفيذية والقذائية إذن نظام البرلماني هو نظام نعم يتخذ البرلمان هو الذي يتخذ جميع القرارات وجميع القوانين ويقرق جميع القوانين لهذا أساسه هو البرلمان إذن السلطة الشريعية تحكم بها البرلمان بلا ما نظام ملكي المنطقة أن الحاكم يتحكم جميع السلطة التنفيذية والقذائية والتشريعية إذن خلال هذه الحصة سنتعرف على مراحل الثورة الإنجليزية ثم أسباب هذه الثورة ثم سنتحدث في المقطع الثاني على ما هي نتائجها السياسية والاقتصادية والشمالية إذن سنبدأ الآن بمرحل الثورة الإنجليزية مرحل الثورة الإنجليزية بينها بمرحلتين المرحلة الأولى امتدت ما بين 1642 و 1649 تميز هذه المرحلة بالحدوث مجموعة من الانتفاضات والثورات في إيرلندا وسكلاندا ثم وقوع صراع بين الفرسان والجنجري إذن من هم الفرسان؟ الفرسان هم الذين دعموا النظام الملكية المطلقة بينما الجنجري هم عبارة عن طبقة البورسوازية التجارية في إنجليزية إذن مع المجموعة من الأحداث وقعت في هذه المرحلة أول مرحلة أول حدث وقعه أن الشار الأول قام بحل البرلمان إذن فكك وتخلى عن نظام البرلمان سنة 1699 بعد هذا الحدث وقعت حرب أهلية بين الفرسان والجنجري وانتصر فيها أصحاب رؤوس مستديرة سنة 1642 إذن وقعت بين أنصار نظام ملكية وأنصار دعم البرلمان وانتصر فيها أصحاب رؤوس مستديرة إذن أصحاب رؤوس مستديرة هم الذين كانوا يدعمون نظام البرلمان وكانوا يسميوا بهذا الإسل أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم على شكل دوائر على شكل دوائر لأنه سميوا أصحاب رؤوس مستديرة إذن في هذه الحرب الأهلية اتصر نظام البرلمان بعد انتصاره مباشرة قام بتأسيس كرومويل وهو الذي قاد الحرب الأهلية أسس جمهورية كرومويل إذن كرومويل كان يمثل الشعب في البرلمان هو الذي قاد الحرب الأهلية ضده شارل أول وهو الذي أصبح رئيس الإنجلاتيرا وقاد هذه الجمهورية الجديدة إذن أول قرار اتخذه كرومويل وقام بإعدام ملك شارل أول في 33 يناير أكس 177 إذن إعدام الملك إذن إعدام الملك هي المطلقة بشخص الملك شارل الأول إذن خلال هذه المرحلة حدثت مجموعة من الأحداث أولا سراع بين البرلمان وشارل أول إذن اتخذ الملك قرار قاسي جدا وهو أنه قام باعتقال مجموعة من الزعماء المعارضة وهذه الاعتقالات فشلت وهرب جميع المعارضين ورؤساء الزعماء المعارضين إلى دوندون إذن هنا انقسمت إنجلاتيرا إلى قسمين قسم مع الملكية المطلقة وقسم آخر مع البرلمان إذن انقسم إنجلاتيرا إلى قسمين قسم مع الملكية المطلقة وقسم آخر مع البرلمان في المرحلة الثانية ما بين التورة المجيدة ما بين 1056 1089 إذن وقعت مجموعة من الأحداث هي عودة الملكية المطلقة إلى الحكم والقضاء على جمهورية كرومويل إذن هذه الجمهورية إذن حدث الصراع بين كذلك من جديد بين الملكية المطلقة التي تطلعت وتحرقت للعودة إلى الحكم ثم بين جمهورية كرومويل إذن أول شيء في هذا الصراع انتسرت الملكية المطلقة ثم قاموا بحل البرلمان من طرف كرومويل 1653 إذن البرلمان تخلوا على نظام البرلمان ثم حدث الصراع بين حزبين الويك والتروي إذن حزب الويك هو حزب كان يؤيده نظام البرلمان في عهد شار بينما التروي هو كذلك كان يؤيده حزب حزب كان يؤيده شار الأول يعني الملكية المطلقة عفوا شار الثاني وهو كان عندما أعدم شار الأول جاء شار الثاني إذن هنا هذا التروي كان يدعمه شار الأول يعني الملكية المطلقة هنا هذا الصراع انتصرت فيه الملكية المطلقة وعادت إلى الحكم إذن في شخص شار الثاني ووجهك الثاني ثم استدعاء بيوم الثالث وماري لتولية الملك سنة 1668 إذن خلال هذه المرحلة انتصرت الملكية المطلقة وعادت من جديد إلى الحكم إذن بعد الصراع الذي حصل بين نظام برلمان ونظام الملكية المطلقة الآن سنتعرف على أسباب الطورة الإنجليزية التي وقعت ما بين 1643-1683 إذن سنتعرف على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية في قيام الطورة الإنجليزية إذن سنتعرف على الأسباب الاقتصادية إذن لوقوع الطورة الإنجليزية وقعت مجموعة من المشاكل الاقتصادية في إنكلترا أولا هو بروز أو قيام النظام الملكية بسياسة التسجيج نقصد بسياسة التسجيج أنهم قاموا بوضع حدود للأراضي هنا الكأنهم متضر للأساسي وهم فلاحين لأنهم بدأوا يقتطعون جزءا من أراضيهم لصالح الدولة إذن هنا أدى إلى انتفاض الفلاحين واقتبردوا ضد الحكم إذن هنا هات سياسة التسجيج إذا وضعوا سياجات للأراضي لم تكن من قبل ثم بدأوا يقتطعون اقتطاع أراضي الفلاحين ويعطوهم للبرجوازية وكالكالك الطبقة الحاكمة فكانت النتيجة هي ظهور انتفاضات من طرف الفلاحين ثم جاني سبب هو الفتاح النبلاء على التجارب الرأسمالية وبدأوا ينهمكون ويهتمون فقط بالاستلاء على السلطة إذن هنا التجارب الرأسمالية هي التي تقوم على حرية امتلاك الوسائل الإنتاج من طرف الطبقة المسوازية وتتحكموا في الطبقة العاملة والطبقة الفقارة إذن هذا السبب كذلك سمه فيه إذن سبب الاقتصادي سمه فيه ظهور التورة الإنجليزية لأن الفلاحين وكذلك الطبقة العاملة بدأت تعاني مجموعة من المشاكل إذن آخر السبب هو أن الكالبانيين بدأوا يفردون ضريبة الاستهلاك الكالبانيين هم نعم هم الذين مصابتون بالحكم إذن بالحاكم الذي كان كذلك كالبانيا إذن هنا ضريبة الاستهلاك أنهم بدأوا يوضعون ضريبة على المواد الغذائية إذن كل مادة الغذائية يوضعها عليها ضريبة إذن يأخذوا أموال الشر أدى هذا الشيء إلى اندلاع التمرد التي وقع سنة 446 إذن هذه الضريبة كانوا يفردوها على الشعب فالشعب تار وتمرد ضد الحكم سنة 446 إذن الآن سنبدأ بالأسباب الاجتماعية إذن أول سبب الاجتماعي هو إغلاء الأسعار في ظروف اقتصادية صعبة جدا تمثلت في أنه قلت المحاصيل الزراعية ثم هذا الشيء أدى إلى اضطرار السكان إلى الهجرة الخالفية والتوجه إلى إنكلترا الجديدة إذن هذه هي أهم الأسباب الشمعية هي غلاء الأسعار قلت محاصيل اضطرار السكان وهاجروا إلى إنكلترا الجديدة الآن سننتحرف على الأسباب السياسية والدينية لقيام التورة الإنجليسية إذن أول شيء هو السبب السياسي هو أن الملك شار جاك الأول نعم جاك الأول كان مستبتا ويريد أن يصل إلى الملكية المطلقة لهذا بدأ يفرد آراءه على البرلمان إذن هو ملك شار الأول يقول أن الله هو الذي أعطاه هذه الملكية وهذا الملك لهذا يجب أن يتصرف كما يشاء إذن بدأ يفرد على البرلمان آراءه التي تقول أنه المسؤول الأول أمام الله وليس أمام الرعية يعني أن الرعية بخصم يشتخله في الحكم لأنه مسؤول أمام الله وليس أمام الرعية يعني يفعل ما يشاء لأن الله هو إعطاه ذلك الحكم ثم يقول أن الملك لا يخدع للقوانين لكونه هو القانون أن الملك هو القانون ما لا يجب عليها أن يخدع للقانون هو الذي كان وضعه البرلمان إذن هنا كذلك هناك سبب آخر هو شار الأول إذن شار الأول كذلك كان مستبدا وكان مستبدا بشكل كبير جعله يفرد مجموعة من القوى بعد إنهزامه مع إسبانيا وقعت حد حرب بين إسبانيا وإنكليترا إن هزم فيها الإنكليترا لأن هذه الحرب كانت إنكليترا كانت خسرتها لها مجموعة من الأموال كثيرة جدا إذن هنا بعد إنهزامه في هذه المعركة إذن قام بفرض قروض على التشار والصناع وأصحاب الرؤوس الأموال يعني الصناع لعدم والتشار لعدم الأموال فرد عليهم أموال بشكل كبير جدا فنشب السرع جديد بينه وبين البرلمان الذي قام بحله لأنه كان مستبدا إذن الآن سنتقل إلى السبب الثاني هو السبب السياسي وهو أن الملك شاع جاك كان كالفانيا لهذا بدأ يطهر الكنيسة من الأنكليكية ثم الكاتوليك إذن الذين يتشبعوا الأنكليك والكاتوليك قام بتطهيرهم وطردهم من الكريسة لأنه كان تفكيره كالفانيا إذن هذه أهم الأسباب السياسي والديني للإنجليزية دمتم سالمين ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه